على مستوى السوق السعودي فقد اغلق المؤشر الرئيسي تاسي تدولات اليوم على انخفاض بنسبة بلغة 0.47 من المئة عند مستوى 11.275 نقطة تدولات بلغت قيمتها الإجمالية 6 مليارات ريال فاصل 641 مليون جاء سهم شركة أنبيب الشرق المتكاملة للصناعة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة بلغة 7.55 لغلق عند 65 ريال فاصل 50 اضن تلا سهم شركة السعودية للأسماك بنسبة 5.57 لغلق عند 30 ريال فاصل 30 كما ارتفع سهم شركة بوان بنسبة بلغة 4.33 عند 32 ريال فاصل 55 بينما تصدر سهم شركة أيان للاستثمار قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة بلغة 6.71 عند 18 ريال فاصل 64 تتين